اعربت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان لتوجهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية في مملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية والمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات وثمنت معاليها التجاوب الحكومي لموقف مجلس النواب المعبر عن المطلب الشعبي في التأكيد على أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك وأشارت معاليها إلى أن مجلس النواب سيصدر في جلسته يوم غد الثلاثاء بيانا تفصيليا بشأن الموقف النيابي الداعم لحقوق صيادين البحرينيين وحماية مصدر رزقهم والحفاظ على المهنة التي توارثوها من الآباء والأجداد ومارسوها بكل أمن وأمان